بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قرما ما أنذر آباء فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغنانا فهي إلى الأنظان فهم نقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدنا ومن خلفهم سدنا فارشيناهم فهم لا يبصرون وسلام عليهم أأنذرتهم أبلاً تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الظوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين واضرم لهم مثلاً أصحاب القضية إذ جاء أهل مرسلون إذ رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا مثالهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لنسزهم وما علينا إلا البلام المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتقل من دونه آلهة لي يردني الرحمن بطر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنب من السبائفما وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مغضرون وآية لهم الأرض البيتة أحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيوم ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار خيذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تخضير العزيز العليم والغمر خدرناه منازل حتى عاد في العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تذرك الغمر ولالليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن بركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمةً منا ومتاعاً إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأديهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَطْعَمَهُ إِذْ نَنْجُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُّبِينَ وَيَقُولُونَ رَتَاهَا الْمَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ وهم يخصبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجناف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فائل هم وأزفاجهم في ظلال على الأرائك مبتكنون لهم فيها فاكهات ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقدون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطئ على أخاههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا ينصرون ولو نشاء لبسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمل ننكس في الخر أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وبشار أفلا يشكرون واضغوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان والنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إِنَّمَا أَمْفُهُ إِذَا عَرَادَ شَيْحَتْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ فَيَكُونَ فَصُمْعَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَنَفُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ إِنَّمَهُمْ